بربكم لو سألتم ألف إنسان من عامة المسلمين عن قضية العين لا أحد يعبأ بهذا المعنى لا أحد يأخذ الحيطة من عين الحاسد الآن في هذا الموضوع المتعلق بالعين فقط لا بد من أن نأتي بالآيات والأحاديث الصحيحة التي تبين حقيقة غفل عنها الناس كثيرا مصائد كثيرة تقع أحيانا بسبب العين لا أقول لكم إن الذي أصابته العين إنسان مستقيم منيب لا في خطأ منه في خطأ أنه أظهر ما عنده ليعلو في نظر الناس هذا ذنب كبير أنت حينما تريد أن تستعلي على الناس وأن تخطف الأبصار إليك وإلى بيتك وإلى مركبتك وإلى أولادك وإلى قوامك وإلى أناقتك هذا منطلق غير شرعي المنطلق الشرعي أن تشكر الله المنطلق الشرعي أن تتواضع لله المنطلق الشرعي أن لا تتوجه إلى إغاظة من حولك فحينما يتجه الإنسان إلى إظهار ما عنده إلى الافتخار إلى الكبر ويأتي إنسان محروم وله عين هذه العين تضع الجمل في القدر والرجل في القدر نحن في أمور الدين أيها الإخوة لا يجرؤ إنسان كائنا من كان أن يدلي بآرائه الشخصية في أمور الدين الدين توقيفي من عند الخالق بالدين في نصوص قطعية قرآن وسنة فالإنسان حينما ينتبه لهذا الموضوع الدقيق موضوع العين آلاف المصائب أو تسعون بالمئة من المصائب سببها عين حاسد وسببها الآخر إنسان غافل عين حاسد والمحسود غافل غافل عن الله فاختخر بما عنده وحاسد محروم نظر إلى هذه النعمة فكأن شعاعا مؤذيا خرج من عينه إلى المحسود موضوع العين أيها الإخوة موضوع دقيق لمجرد أن يرد في القرآن الكريم لمجرد أن يرد في السنة النبوية الشريفة فهو موضوع حق ولا بد من أن نأخذ منه موقفا أما أن تدعي أنك ذو تفكير علمي وأن هذه الأشياء التي وردت في القرآن والسنة دون أن تشعر بعقلك الباطن لا تعبأ بها خرافات خزعبلات حينما تنظر إلى قضية عالجها القرآن الكريم ونبه إليها ولم تأخذ منها الحيطة والحذر فهناك ضعف كبير في إيمانك أيها الإخوة الكرام إلى الآيات ثم إلى الأحاديث الله عز وجل يقول في سورة يوسف وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل يعني إنسان حرمه الله الأولاد أنت عندك أولاد في وسامة وفي أناقة وفي جمال وفي تفوق مدرسي تأخذهم إلى هذا الإنسان وتبين لهذا الإنسان هذا الأول يطلع وهذا الثاني وهذا نال الدرجة الأولى وهذا أخذ جائزة فما هذا الكلام هذا تحجيم له هو يتألم لما أعطاه ولم يعطني هنا الخطأ يعني المنطلق حينما تنطلق إلى أن تتباهى بما عندك اجعل هذه الآية منهجا لك فخرج على قومه بزينته فخسفنا به وبداري الأرض خرج على قومه بزينته الإنسان قد ينعم الله عليه يزداد بهذه النعمة تواضعا يزداد بهذه النعمة محبة لله يزداد بهذه النعمة خدمة للآخرين والإنسان إذا تواضع مع النعمة كان في أعلى درجات الكمال والله أيها الإخوة أحيانا ألتقي بأناس أغنياء والله قد يشتهي كل إنسان أن يكون غنيا مثلهم من تواضعهم ومن أدبهم مع الفقراء ومن نفسهم الطيبة يلبون أن يتدعوى يتواضعون لا يكسرون قلوب الآخرين فلذلك هذه الآية الأولى وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل تعلمون قبل سنوات عدة أن ثمانية وثلاثين ضابطا كبيرا درسوا في دولة بعيدة أعلى الاختصاصات العسكرية وعادوا إلى بلدهم في طائرة واحدة هذه الطائرة أسقطت هذا توجيه قرآني 38 ضابط كبير باختصاصات عالية كلفوا أمتهم ملايين الدولارات يعودون في رحلة واحدة صيد سميل والأرجح أن هذه الطائرة أسقطت من الأرض والآن في تقنية عالية جدا أنه يمكن أن توجه الطائرة بخلاف توجيه ربانها من الأرض يعني قصة طويلة كنت في مؤتمر في هذه البلاد وقت إثقاط هذه الطائرة وذكرت هذه الآية إنسان محاولة إظهار ما عنده أو الحديث عن دخله الكبير أمام أناس مؤمنين أصحابه دخل محدود أو الحديث عن بيته والله مرة عند دخلت إلى بيت سبحان الله جلست في غرفة الضيوف فقال لي صاحب البيت هذا البيت مساحته أربعمائة متر مربع ما شاء الله في أرقى أحياء دمشق قال لي وهذا البلاد أتيت به من إيطاليا بالشحن الجوي والله شي جميل هنيئا لك قال لي وهذا الأساس مستورد وهذه اللوحة كذا مئة ألف سمنة وهذه السورية أتيت بها من إيطاليا غريب أنا ما سألت ولا سؤال لا يزال يحدثني عن هذا البيت وعن مساحة البيت وعن نوع البلاد وعن الأساس وعن اللوحات التنية إلا أنضقت به زرعا فقلت له ما قولك ببيت في حي فقير جدا من أحياء دمشق واحد ساكن بحي فقير وسؤل أين تسكن ألغم ببلاكستون سيتي فإنسان ساكن بحي فقير بيت شمالي المياه المالحة مكشوفة البيت من دون كسوة من دون طلاء قلت له وازن بين هذا البيت الذي تحدثني عنه وبين ذلك البيت المسافة كبيرة جدا أيام بتلاقي ببعض البلاد يعني قصر مكلف مئة مليون جنبه خيمة بدو في حالات رأيتها بعيني خيمة إلى جانب قصر خيمة ما فيش قلت له الفرق بين دكتور في الجامعة وأستاذ معلم ابتدائي يعني لا يكاد راتبه يكفيه أياما عدة وبقرية وعليه أن يمشي مسافة طويلة مشا على قدميه كم هي المسافة بين أستاذ في الجامعة دخله كبير وقال له مكتب فخم وعنده ساعتين ثلاثة وهو أستاذه كرسي وبين معلم ابتدائي قال لي مسافة كبيرة جدا قلت له رئيس غرفة التجارة وبائع متجول في أسواق دمشق كلما رأى شرطي ولا قاربا هذا كهذا ممرض ينظف المرضى من أوساخهم وجراح قلب كبير كل عملية بخمسمائة ألف أتيت له بأمثل مجند في خط أمامي بالشتاء بحفرة ممتلئة بالماء عليه أن يقف فيها ليرقب العدو وقائد الجيش في غرف فخمة جدا وفي تدفئ وازنت بين رئيس الأركان وبين مجند وبين طبيب قلب وبين ممرض وبين أستاذ جامعي وبين معلم وبين رئيس غرفة التجارة وبين بائع متجول وبيت بأرقى أحياء دمشق بثمانين مليون في بالقاهرة بيت ثمنوا ألف مليون لرسولي عشرين مليون دولار وازنت بين هذه البيوت وتلك البيوت ثم قلت له تهيأ تهيأ بهذه الآية انظر كيف تضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة أكبر درجات وأكبر تفضيل مراتب الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا لكن مراتب الآخرة أبدية لا تزول وتعني كل شيء فالبطولة أن تبحث عن مرتبة في الدنيا تنتهي عند الموت وقد يكون الموت قريبا أم أن تبحث عن مرتبة عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر كم هي المسافة بين من يسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر وبين من يسعى لمرتبة في الدنيا لا تعني شيئا وقد تكون سبب شقائل إنسان وهلاك الله عز وجل أعطى الدنيا لمن لا يحب ولمن يحب أعطاها لقارون وهو لا يحبه وأعطاها لعبد الرحمن بن عوف وهو يحبه إذن ليست مقياسا أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه وأعطاه لسليمان الحكيم وهو يحبه إذن ليست مقياسا لذلك قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرفعة عند الله ابتغوا الرفعة عند الله إذن قضية أن تظهر ما عندك لإنسان محروم أو لغير محروم هذا المنطلق في خطأ شرعه الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة الصحة ورأى مبتلة لا ينبغي أن يقول له والله أنا الحمد لله عملت تخطيط ومنه فحوص كل درجة أولى لا هذا كلام في سوء أدب مع إنسان مريض إن رأيت مبتلة يجب أن لا تشعره بهذا المصاب وأن تشكر الله فيما بينك وبينه على أنه عافاك من هذا البلأ لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الدنب شؤم على غير صاحبه إن عيره ابتلي به وإن رضيه شاركه في الإسم وإن ذكره فقد اغتاب هذا الذي لم يفعل ذنبا فكيف بالذي فعل الذنب هذه الآية الأولى يا أخوة الآية الثانية ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها الحاجة هي الحكمة وهي معرفة طبيعة النفوس إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها يعني خاف عليهم أن تصيبهم العين يعني من الطرائف أنه في بلاد حولنا زاقت الحروب الأهلية وقد عافانا الله منها زاقت الحروب الأهلية ردحا من الزمن وأحرقت الأخضر واليابس فبالتحليل لهذه الحروب أنه صراع عربي أو صراع دولي أو صراع طائفي وفي تحليل نسائي قالوا أنه حكمت عين البلاد فيه وفي تحليل قرآني ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الآن آية ثالثة وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَقَدْ مَنَحَكَ اللَّهُ صحةً وَكَمَالًا وَجَمَالًا وَفَصَاحَةً وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ليس معنى هذا أن العين تفعل وحدها من دون إذن إله عظيم؟ ليس معنى هذا أن العين يمكن أن تحدث شيئاً من دون إذن الله عز وجل لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه شيء لا يريده فالأمر بيد الله لكن أحياناً الله يقدر لهذه العين أن تؤذي لأن الذي آذته العين كان غافلاً عن الله عز وجل كان غافل وفي حركته كان مخطئ غفل مع خطأ سببه عين تصيبه وتؤذيه يروي البخاري في صحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة احمرار فقال عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها النظرة يعني أصابتها العين استرقوا لها أي اقرأوا لها القرآن فإن بها النظرة هذا حديث في البخاري يشير إلى أن العين لها أثر في إقاع الأذى بالذي أصابته العين حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين العين حق يعني هناك من ينظر بعينه وهو محروم إلى ذي نعمة غافل عن الله عز وجل هذه العين يخرج منها شعاع يؤذي الإنسان وفي حديث ثالث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال عليه الصلاة والسلام ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين ثلاثة حديث تؤكد أثر العين في المحسود وفي حديث رابع أخرج مسلم وأحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين أن تقرأ القرآن وأخرج البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً العين حق ونهى عن الوشم يعني الآن الناس بسذاجة مضحكة يضع حذوة فرص على مركبته أو حزاء صغير أو خرزة يعني هذه الأشياء لا تقدم ولا تؤخر وما أنزل الله بها من سلطة الذي يقدم ويؤخر أن تكون متصلاً بالله أن تكون مقبلاً عليه أن تكون منيباً إليه أن تكون مستقيماً على أمره وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا هذا شعر أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ التميمة يعني حلقة أوبع في رجل الطفل يعني على رغبة أن لا يموت وهو صغير وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ وفي حديث سادس يروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق ويروى أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين فأسترقي لهم فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر فسبقته العين ويروي الإمام أحمد عن أبي ذر مرفوعا إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا أي جبلا عاليا ثم يتردى منه تولع تعلق إن العين لتعلق الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا أي جبلا عاليا ثم يتردى منه الحديث الثامن هذا والتاسع العين تدخل الرجل القبرة والجمل القدرة حدثني أخ يعمل في الهندسة يكسو بيت ففي مركبة من أيام خرجت من الوكالة إن صح التعذير جميلة جدا وحديثة جدا وغادية جدا يبدو أن أحد العمال مسى الضوء الخلفي جرح فقط فقال له أقدم لك ثمن الضوء الجديد قال له لا أريد مبلغ كبير جدا في عطلة والثمن خاص وتعنى التعنط غير معقول باليوم التالي لقى مركبة سحقتها سحق نصف حطم الخلفي أيام الإنسان يتباهى بشيء يتعنت من أجله فيؤدبه الله عز وجل والحديث العاشر العين حق تستنزل الحالق والحديث الحالي عشر أكثر من يموت من أمة بعد قضاء الله وقدره بالعين والحديث الثاني عشر لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى الحم السم السم والعين والدم الذي لا يرقى والحديث الثالث عشر العين حق وأصدق الطيرة الفئل المناسبة في عنا موضوع الطيرة يعني إنسان أيام بتشاءم أو بتفاعل هذا الموضوع علجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة يعني التشاؤم فقال أصدقها الفئل ولا يرد مسلماً يعني إنسان شعر بانقباض والعمل مشروع وفي خير لا ينبغي أن يعتد بهذا الانقباض يعني أسس جمعية خيرية لإطعام الفقراء أو لرعاية الأيتام يا أخي مدائب هذا كلام ما له معنى قد تحس بالضيق أحياناً وهي بصيب المتزوجين يوم يوافق على الزواج من واحدة يدخل بوساوس تلاقي في انقباض هذا أحياناً من الشيطان البنت جيدة ومناسبة وما فيها عيب وأخلاقها عالية ودينة ومطواعة يقول لك مدايق هذا الضيق ما له معنى أبداً فالإنسان عليه ألا يأخذ بهذه المشاعر الغير منضبطة فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أصدقها الفئل وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفئل حدثني أخ مستوى المياه بإسطنبول هبط إلى الثلاثين بالمئة في السدود وفي مشكلة كبيرة جداً وهناك تحذير من الجفاف في ليلة واحدة في شهر آب الماضي بشهر آب اللهاب في ليلة واحدة نزل من الأمطار ما يساوي معدل السنة بكاملة الذي نزل في عام بأكمله نزل في ليلة واحدة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفئل في شخص سوداوي كل ما تقول له قضية إن شاء الله لا يوجد أمل كل ما تعطيهك بصيص نور أمل الله ينصرنا أبداً انتهينا هذا إنسان سوداوي المزاج واليأس والقنوط من الكفر الله عز وجل عنده خير كبير وبلحظة تتبدل الأحوال مين كان بظن أن هذه الكتلة الشرقية المرعبة التي تملك أسلحة نووية بإمكانها أن تدمر القارات الخمس خمس مرات من يصدق أن هذا العملاقة الجبار يتداعى من داخله من دون حرب وكما أظهر الله لنا جبروته وقدرته في الذين في المشعق قد يظهر الله لنا أيضاً إن شاء الله جبروته في الذين في المغرب فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الفئل ما كان يحب التشاؤم والتشاؤم يأس واليأس كفر والقنوط يأس والقنوط كفر كان عليه الصلاة والسلام يقول أصدقها الفئل ولا يرد مسلماً إذن الأمر واضح هدف واضح والوسائل واضحة والحكم الشرعي واضح وشعرت بانقباض لا تعبأ بهذا الانقباض هذا حال يحول وإذا رأيتم من الطيارة شيئاً تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان قد ينقبض إذا أقدم على عمل جيد العمل أقدم على سفر والسفر مشروع أقدم على دراسة والدراسة مشروعة أقدم على زواج والزواج مشروع انتقل من بيت إلى بيت في أيام يصيب الإنسان حالي اسمه التكلس العقلي يعني ما بيغير ما هو عليه مهما كله في الأمر بلا سبب يعني الإنسان أيام ينقبض ولا يشعر أنه ارتكب ذنباً ليس مؤاخذاً على هذا الانقباض ولكن ما دام الهدف واضح والوسائل مشروعة ينبغي ألا يصرفه انقباضه عن أن يفعل هذا الشيء والحقيقة القصص التي تتحدث عن مصيبة نزلت في إنسان بسبب مباهاته وبسبب عين الحسود قصص كثيرة جداً لا تعد ولا تقصى ولكن هناك أناس يعني لا يعبؤون بهذه الموضوعات إطلاقاً وهي حق وهناك ثلاثة عشر حديثاً صحيحاً في البخاري أو مسلم أو في الصحاح تؤكد العين وهناك آيات ثلاثة فإذا أنا موقفي من هذا الدرس أنني أتواضع لله عز وجل ولا أفكر أبداً أن أظهر ما عندي بغية أن أستعلي وأن أزهو على الناس هذا الموقف العملي من هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين جاءني سؤالان إنه ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث مليون نعمة نحن جميعاً مشتركون بها حدث الناس بنعم الله المشتركة إن الله عز وجل أعطانا نعمة البصر أعطانا زاكرة أعطانا مياه في أمطار كثيرة اتحدث عن هذه الأمطار واشكر الله عليها من قال لك إن هذه الآية تعني أن تحدثنا عن نعمك أنت في نعم لا تعد ولا تحصى بين كل الخلق وصدقوني أيها الإخوة الإنسان إذا كان مهتدياً إلى الله ومعافى في جسمه وعنده قوت يومه كأنما ملك الدنيا بحذافيرها كلامي دقيق جداً إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافى في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها البائي مظاهر فقط والله دخلت لبيت في زماني والبيت متواضع جداً ما في بلاط يسموه عدسة والأساس من أرخص أنواع الأساس بصات وطراحة ما في كنبات أنا هكذا شعرت أن هذا البيت قطعاً من الجنة صاحب البيت مؤمن قال له زوجة يبدو أنه يحبها وتحبه وفي أولاد أطهار قد يكون بيت حقه مئة مليون قطعة من النار فلما الله عز وجل بيسعد الإنسان المظاهر ما لا قيمة بيقوله أنه ملك سأل وزيره من الملك؟ قال له أنت في غيرك ليش؟ قال له لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه له بيت يؤويه وزوجة رضيه ورزق يكفي هذا الملك إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه وأنا أقول لكم الآن إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قدرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم فأنت ملك الآن قد تكون حاجد بدائره لو كنت أعلى أفضل لكن إذا أنت مستقيم خلص قد تكون ضارب آل كاتب قد تكون أمين مستودع ما عندك شيء تاني لكن مدام تعرف الله وتطيعه فأنت الملك لذلك قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرفعة عند الله إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فهلأ يعني بتلاقي عدد كبير في العالم يخضع للقطب الواحد يخضع ويرتكب الجرائم من أجل أن يرضي هذا القطب الواحد ويضحي بالمسلمين وبسروات المسلمين وبكرامة المسلمين إرضاءاً لهذا القطب الواحد فإذا الإنسان ما كان طرف بمؤامرة قدرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم فأنت والله ملك لكن لا تعرف قدر هذا الملك إلا يوم القيامة